أهلا بكم في حلقة جديدة من الأموال بنوك ومعاكم أنا أيا نصر هل الحكومة المصرية تقدر تراجع صندوق النقد في شروطه فعلا؟ وهل الشروط اللي حطها من بداية الالتفاق ممكن تتغير؟ وإيه حكاية تشكيل لجنة مستقلة لتقييم البرنامج من جديد؟ ويطرق هو تأثير كل الكلام ده على التضخم والأسعار في الفترة اللي جاية الرئيس طالع ووجه الحكومة بمراجعة صندوق النقد بخصوص لو الشروط اللي حطوها بتضغط على الرأي العام المصري وده لأنها جاية في ظروف اقتصادية صعبة بيمر بيها العالم كله لكن السؤال هل مصر تقدر تراجع شروط الصندوق أو بمعنى أصح تغيرها؟ خبراء اقتصاد أشادوا بتصريحات الرئيس السيسي واللي أكد فيها بضرورة مراجعة الاتفاق القائم بين الحكومة وسندوق النقد خصوصا لو الكلام ده هيشكل ضغط على الناس منهم الخابير الاقتصادي الدكتور متحة نافع اللي اقترح تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة برنامج صندوق النقد في مصر وقال في منشور لي على صفحته على الفيسبوك أن الخطوة دي لازم تقوم بيها البنوك ومراكز الفكر في مصر وأن الحكومة لازم تدعمهم وتوصل لهم البيانات والمعلومات المطلوبة وأهم حاجة تكون اللجنة دي لجنة محايدة ومستقلة وبعيدة تماما عن تدخل الحكومة أو الصندوق وتكون تحت إشراف مؤسسة الرئاسة علشان تضمن حيادتها ومصر مش هتبقى أول دولة تعمل كده لأن دولة سريلانكا لها تجارب مشابهة أما الخبير الاقتصادي هاني توفيق فقال أنه بالنسبة للصندوق فالحل في إيدينا أحمد وهو أننا نشغل عجلة الإنتاج مرة تانية ونخفض عجز الموازنة ويتم الإبقاء على حزم الدعم المالي المشروط وقال في منشور نشروا على صفحته أنه من ناحية تانية يتم تحفيز الاستثمار الأجنبي وقال في منشور نشروا على صفحته أنه من ناحية تانية يتم تحفيز الاستثمار الأجنبي مع انسحاب الدولة من الاقتصاد وتوطين الصناعات للتصدير وإحلال الواردات أما بقى بالنسبة للخبير محمد عبد العيل فكان شايف أن مصر تقدر تقدم طلب لصندوق النقد الدولي علشان يعمل مراجعة لبعض الشروط الخاصة بالبرنامج للإصلاح الاقتصادي خصوصاً أنه حصل تبعيات سلبية أثرت على الاقتصاد المصري بسبب التوترات الجيوسياسية اللي بتحصل في المنطقة وقال في تصريحات لموقع مصراوي أنه من الطبيعي لما دولة تواجه ظروف خارجية غير متوقعة زي التوترات الجيوسياسية إنها تقدم طلب للصندوق علشان يخفف الشروط أو يأجلها ولو انتم متعرفوش في إبريل اللي فات صندوق النقد الدولي وافق على رفع قيمة القرد من 3 ل 8 مليار دولار وده بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس اللي قبله واللي كان الهدف منه القضاء على تجار العملة السودة وسد فجوة التمويل الخارجي والتزمت مصر بناء على البرنامج المتفق عليه بحزمة من الإجراءات والسياسات في برنامج صندوق النقد الدولي أهمها الالتزام بسعر صرف حر للجنيه مقابل العملات الأجنبية وترشيد الدعم على السولار والبنزين وتخرج الدولة بجزء من أصول مملوكة لها لصالح القطاع الخاص وخلال السنة دي بس رفعت مصر أسعار البنزين والسولار 3 مرات أخيرهم الخميس اللي فات بنسبة بتتراوح ما بين 7.7 من 10 ل 17% وده علشان تنفذ الشروط الخاصة بالسندوق وحسب تقرير الموقع مصراوي فإجراءات ترشيد الدعم على المحروقات وتعويم الجنيه ساهم في زيادة معادلة التدخم واللي وصلت لـ 26.4% في سبتمبر اللي فات من 26.2% بس في أغسطس انتوا بقى شايفين ان الحكومة قدر انها تتفاوض المرة دي مع إدارة الصندوق وهل هتقدر تراجعوا في الشروط المطلوبة للحصول على القرد شاركونا برأيكم في التعليقات